سيتم見 زيني خلال رحلتنا في سان فرانسيسكو صورنا لكم فيديوهات تفصيلي Brothers حذاوبمون دردون كل مكان بالتفصيل فمونلوا نضعي لكم الاتفادرات وصندوق الوصف قررنا بجمعكم ايها وصندوق خلال Där وإختارنا اهم 5 أماكن ايضا حسب انجكم وتجرباتناiat لانهما بالول بمارتبة الخامسة The Painted Lady الوان هاي البيوت هي جزء من The Colors Movement حركة الالوان اللي حثت بالستينات ممكن اختار اول واحد المختلف يعني السابع اي وصلنا للتحينكس الايديز اللي بيرت السابع واحد احلى من الله انا شاهدوا عنه رب موسيقى اوكي اصلا انا قررت استرهاب البيت فقط حتى نشوفها عن قرى بقى خخمية اجبنية لنذهب تقرأ خخم البيت سبعمية وصمعة ان شاء الله المنظر قدام البيت كل شي حلو خلاص احب بيتك عديدة الحظم اشتركوا في القناة اتمنى اعجبكم الفيديو طبعا هذا الفيديو اخدته مباشرة من صاحب البيت اللي هو اسمه جورج ويسوي جولات داخل البيت كل يوم بالاربعة وسعرها 20 دولار واني اعتقدت جولة ها كلش تسوى واحد اروح اشوفها واني بالنسبة لي كلش استمتعت جولة هاي البيوت وحتى اذا شفتوا اني عشت الدور كأنما اشتريت واحد من هاي البيوت وفي المرتبة الرابعة عندنا لومبوار ستريت هذا لومبوار ستريم مع الورد جنن واو يعاد شارق لومبوارد احد افضل مناطق الجذب السياحي في سان فرانسيسكو واللي ممكن تزوروا مجانا وحنشارككم بعض الحقائق الممتعة عن هذا الشارع سبب انشاء الشارع بهذه الطريقة هو انه سكان هذه المنطقة اجتمعوا في عشرينات القرن الماضي واخترحوا اضافة بعض المنعطفات الحادة الى هذا الجزء من الطريق لزيادة سلامة المشاركة واللي جعل التنقل اسهل للمركبات غير متقدمة تقنيا في ذاك الوقت والاضافة جاذبية وجمالية للمنطقة اذا زرت شارق لومبوارد بيوم من الايام من المهم التحلي بالصبر لانه سرعة السياقة متتجاوز 8 كم بساعة وبعض الاحيان لازم تنتظرون لمدة 20 دقيقة لحين وصول دوركم لانه هذا الشارع مزدحم دائما مثل ما شفت بالفيديو اللي يميز هذا الشارع انه هم ونحرف وهم ونحذر انا بالنسبة لي كلش حبيت فكرة السلالم على الجانب للسياح حتى من نص عاد ونوصل للقمة نقدر حتى نشوف البحر من الجهة الثانية وبالمرتبة الثالثة بير 39 اشتركوا في القناة ما احكي لكم الريحة مع الشربة والدفو مالدها بهذا الجو البارد طيبة جايز كلش طيبة طيبة مثل ما شفتوا المكان كلش حلو وبيه هواية مكانات مترفيه بيه اكل انواع الاكلات التخبل وكلش ممتع يعني ما يخلص المكان بيوم واحد طبعا انا بالنسبة لي الروح لهذا الميناء جدا ضروري لانه مبيل كوفي شاوب المفضل الماتي اللي هو البسكوف طبعا انا اخذ القهوة الخاصة مالدها والبسكت قفلتي على قلب والمرتبة الثانية اليوم رح ناخذكم جولويا الى جزيرة تقع المحيط الهادي في ولاية سان فرانسيسكو كاليفورنيا قبل عشرات السنين كانت هاي جزيرة تعتبر من اخطر الجزر بالعالم بس هسه اصبحت من اشهر الجزر السياحية اللي تطلب حجز مسبق احيانا قد يوصل اشهر الجزيرة اسمها الكتراس هي عبارة عن السجن تدراني امروكي السابق مشيط طوق جزيرة الكتراس او ما يعرض بالصخرة وتم اغلاغ هذا السجن عام 1973 احيانا وصلنا للأدمنستريشن بلدن تم انشاء هاي البناية بين سنة 1910 الى 1912 كسجن عسكري امريكي وبسنة 1933 طالبت وزارة العدل بتحويله الى السجن فيدرالي ذو حماية قصوى ضد اي محاولة هروب ومحاط بمياه سان فرانسيسكو الشديدة البرودة واصبح يعد اقوى سجن بامريكا مثل ما شفتوا المكان هو عبارة عن جزيرة والحلو بالموضوع انه تروحون للجزيرة بالباخرة وقدرون يشوفون مدينة سان فرانسيسكو كلها من بعيد وانا اعتقد هي بشكل عام التجربة كلش لطيفة ولازم واحد يسويها على اقل فد مره بحياته انا برأيي الشخصي انه هاي التجربة كانت حلوة ومره بنفس الوقت شون ما راح اقولكم لما تروحون وانتوا شوفوا بنفسكم وبالمرتبة الاولى جولدين جايت بعض المعلومات عن جسر الجولدين جايت تم افتتاح هذا الجسر سنة 1937 بعد 4 سنين من البناء ويعتبر اكثر جسر تم تصويره بالعالم بالرغم من انه يدعب الجسر الذهبي الا انه لونه مو ذهبي على الاطلاق انما اللون الحقيقي هو احمر برتقالي فاقع الجسر معروف وبتكوين الضباب حوله مثل ما شفتوا بالفيديو كل بوق يصدر نغمة مختلفة بأوقات مختلفة للمساعدة بتوجيه السفن بأمان خلال الضباب الكثيف شباب سوري تلاجت شون طلع من دنروح طلع طلع الجسر مريح مرحله شوفون جسرد نغافسين تي شورتات مرزونة محترين جسر الناثر اللجد مثل ما شفته حطينا الجسر بالمرتبة الأولى لانه هو اكثر مكان اتهرنا به واعتقد اكثر شي اني اني منبهرت به هو الضباب انه شون كل شي قريب علينا من دنمشي وكانت تجربه كل شي ممتعة وبنفس الوقت شوية تخوف لانه مكان كلش عالي معنشان يكو سياجب كل المكانات واني بالنسبة لي نصيحتي لكم اذا ناوين تروحون تشوفون الجسر فاختاروا يا اما وقت شروق الشمس او الغروب حتى تحصلون احلى منظر وهاي كانت اختياراتنا الاحلى خمس اماكن سياحية في سان فرانسيسكو هل سياسر احتييني اذا المتابعين رادوا يروحون سان فرانسيسكو ويزورون نفس هاي المعالم شنو تنصحهم من تجربتك نصيحتي يقولكم انه تخططون السفرة بشكل كامل يعني اي مكان يحتاج حجز اونلاين تحزون مسبقا حتى الباركات مع السيارات تسوون حجز اونلاين وتسوون طبوع للوصل وتأخذوه اياكم حتى تتجنبون اي تأخير وبهالطريقة تقدرون تستفادون من اليوم بشكل كامل بدون تضيع اي وقت والهنا نكون وصلنا نهاية فيديو اليوم ان شاء الله تكونون استمتعتوا اينا واذا اعجبكم محتوى الفيديو لا تنسوا نشتراك بالقناة نشوفكم اسبوع القادم وحتى عبروا لكم عن شكرنا لانه سويتونا لايك وسبسكرايب رح اعطو لكم هسا فهد مقطع كلش حلو يفوتكم واذا ما سواني؟ ماذا شوفوا المقطع غفعكم طيبة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة